اشتركوا في القناة اذا رأيت نهاية اشرقت فيها كي تعيش فاسعد انا لا امل عن الوصول لغايتي كالبحر صبري لا يجف وينفد اجدد التلحيب بكم اصدقاء كارزما اصدقاء قناة الواقع اباءنا وامهاتنا اخواننا واخواتنا اللي شاهدون قناة الواقع بكل حب ووفاء ومشاعر طيبة تجاه هذه القناة التي تنشر كل شيء طيب باذن الله اليوم انا اخوكم الصغير مهند الفيصل خريج هذه القناة المباركة اقدم لكم هذا البرنامج الذي اسميناه روح ولم نطلق عليه هذا المسمى عبثا انما اطلقناه كي نتسلل الى منازلكم بعد اذنكم ثم الى عقولكم ثم الى ارواحكم البرنامج لا يناقش شخصيات وافراد شهدناهم على الشاشات فقط بلا هدف انما نناقش افكار وقضايا مجتمعية تكاد ان تكون موجودة في كل منزل البرنامج بكل بساطة روح كي نبعث في داخلنا وداخلكم الروح اليوم ان شاء الله معنا حلقة لا اعلم كيف اصفها لكم عندي تقرير بسيط عن هذه الحلقة قبل ان ننتقل الى التقرير اود ان اقول لكم ان المعاناة من التأتأة معاناة عظيمة بدايتها نحن بدايتها التنمر ننتقل واياكم لتقرير بسيط زرنا فيه الاستاذ محمد الشهراني في بيته في ابها الذي عانى ابنه خمسة وعشرين